الفاينل هتبقى لعبت ست مباريات هما ثلاث أدوار دور التمانية ثم قبل النهاي ثم النهائي والمباريات كلها ذهاب وإياب أي فرق الأهلة هيواجهها في الدور الأول هيبقى مباراة الذهاب خارج القاهرة ومباراة العودة في القاهرة يعني فرق المستوى الأول هتلعب الإياب في ملعبها البطولة هتبدأ يوم عشرين أكتوبر وحتستمر لغاية اتناشر أو حداشر نوفمبر الواحد وعشرين يوم دول كلهم أجندة أفريقية الأهلة مش هيلعب أي مطشاط خلال الفترة دية وأنا هنا بقول للأخوة اللي كان مدايقهم أو أن الأهلة بتتأجلوا مطشاط طب أهلة هتتأجلوا مطشاط والرون هتعملوا إيه وحتقولوا إيه من دلوقت اتحاد المصري عايز أو الربطة المصرية عايزة تبدأ الدوري خمستاشر ستاشر سبعتاشر سبتمبر أمل اتحاد الأفريقية هتطلق مطش الصوبر خمستاشر سبتمبر الأهلة والتحاد العاصمة في السعودية يبقى مبدئياً الأسبوع الأول لو لعبت الدوري في أحد الأيام التلاتة المقترحة بداية النصف الثاني من سبتمبر يبقى دي أول مباراة هتأجلت للأهلة عشان الناس دي هتعد وقولك الأهلة بتتأجلوا وريني مش هتأجلوا إزاي ثم بقرار من الاتحاد الأفريقي أنه فترة الدوري الأفريقي للتمن فرع التمن فرع ممنوع أنها تلعب مطشات محلية في بلادها وأصلاً مش هيبقى عنده فرصة لأنه هو هلعب المباراة الأفريقية مباراة كل لتلات يام هتلعب ست مباريات في واحد وعشرين يوم وريني هتقدر تلعب محلي إمتى وفيين وإزاي وبالتالي التأجيل أمر حتمي لمدة واحد وعشرين يوم واحد وعشرين يوم مش هيبقى عندك فرصة أنه أنت أصلاً تلعب أي مباراة محلية بها لها تبقى دايماً على سفر تلعب وترجع وتسافر وتيجي وهكذا في ست لقاءات بإذن الله لو الأهل وفق فيه بلغة المباراة النهائية طبعاً الجائزة كبيرة والبطولة دي يا جماعة بطولة الاتحاد الدولي بيجرب في أفريقيا فاكرين أنتوا الدوشة اللي كان عايز يعملها دور السوبر الأوروبي وكان عايز يغير شكل المسابعة لكن قوم البرفض شديد وما قدرش ينفذ الخطة بتاعته الشركة الإيطالية اللي متعاقدة مع الفيفا طب إيه رائعك يا فيفا ما تيجي نجرب في الكاف التحاد الأفريقي ما عندوش علم على البطولة مش إيده فيها بشكل أساسي فقال لك هو بروتوكول مشترك ما بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي ومن ثم طبعاً الشركة الإيطالية الرعية فدي اللاجنة المنظمة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث الجديد وعشان كده رصدله جوائز كبيرة أعتقد الجائزة للبطل ستة مليون دولار ده رقم كبير جداً يضعف من أهمية البطولة وأيضاً يخلق حوافز ودوافع جديدة لدى لعبة الأهلي وبالطبع طبعاً لدى كل الفرع المشاركة كل الناس هتبدأ تستعد بشكل كويس قوي ودى التعظيم بتاع الطموح لأن انت بقولك في خلال الثلاث شهور دول اللي بقيين في السنة انت عندك تحديات هتلعب السوبر الأفريقي مع التحاد العاصمة ثم في أكتوبر كمان هتلعب دور السوبر الأفريقي أو الدور الأفريقي الجديد وقبل ما السنة تودع هتكون في ديسمبر كمان موجود في السعودية بقى في كأس العالم للأندية ودى التحدي الكبير إذن ثلاث بطولات قرية ودولية عالية جداً انت على موعد معاها في الثلاث أربع شهور اللي بقيين من السنة عشان كده كلام على تجهيز عدد كبير من اللعيبة الكلام على أن انت محتاج أكبر عدد